اهلا بكم وإلى العلوم طائرة التحالف السعودي تستهدف صنعاء وصعدة بسلسلة غارات والجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفان منطقة جيزان الحدودية حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى حكومة ائتلافية من دون حزب العدالة والتنمية وديمرتاش يقول أن السياسة التركية تجاه سوريا لا بد أن تتغير القوى السياسية الليبية تبحث في المغرب مصودة جديدة لحل الأزمة تشمل تأليف حكومة وحدة وطنية قالت مصادر يمنية مطلعة أن الجيش واللجان الشعبية استهدفا عددا من المواقع العسكرية السعودية في جيزان بأربعين صاروخا وبعشرات القذائف المدفعية الثقيلة من جهة ثانية أفد مراسل الميادين بأن طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على العاصمة الصنعاء واستهدفت مبنى وزارة القفاع كذلك شنت هذه الطائرات خمسة غارات استهدفت بئر أحمد والعريش والخط السحلي في عدن وطاولة الغارات محافظة صعدة حيث شنت عشر غارات على منطقة بني بحر بمدرية سقع أنهى وفد حركة أنصار الله مشاوراته مع مسؤولين في الخارجية الروسية في موسكو مراسل الميادين أفد بأن الوفد الذي غادر عائدا إلى مصقط بحث وضع جدول أعمال لحوار جنيف الناطق رسمي للحركة محمد عبد السلام أكد للميادين أن المشاورات كانت إيجابية لافتا إلى أن الحركة ملتزمة الذهاب إلى جنيف من دون شروط اللقاء كان إيجابيا جدا ناقشنا فيه مختلف الأوضاع السياسية والعسكرية والميدانية وكان هناك توجه واضح جدا من الأصدقاء الروس أن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى حل بل بالعكس ستكون لها نتائج كارثية كما هو حصل اليوم ونحن في كل الأحوال أكدنا للأصدقاء الروس أن الموقف الروسي يجب أن يكون إلى جانب الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان واضح ودون أي مبرر كما أكدنا أن المواقف المطلوبة اليوم هو أن يكون هناك وقف للعدوان ثم الجلوس على طاولة الحوار للتفاهم حول كل المسائل المتعلقة بالعدوان من جهته قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمني أن الذهاب إلى جنيف سيكون للتشاور لا للتفاوض لاستعادة الدولة وألفت بحاح في مؤتمر صحفي في الرياض إلى أن الطريق الوحيد لإنجاح مؤتمر جنيف يكون بتطبيق القرار الدولي الرقم 2216 فالعزم للتشاور في جنيف ليس للتفاوض ولكن لتنفيذ القرار 22216 واستعادة السلطة فهذه الهدف الرئيسي من الذهاب إلى جنيف أو إلى أي مكان آخر اللقاء التشاوري سوف يكون يمني يمني بمرقعيته التي ذكرناها تحت مظلة دولية تيسيرية تحت مظلة دولية تيسيرية وليس هناك دخل من أي طرف كان بما فيها إيران إلى ذلك رحب 12 مكونا سياسيا و41 حزبا سياسيا يمنيا بأي دعوة يوجهها الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون لعقد مؤتمر يمني يمني في جنيف من دون شروط مسبقة تلك الأحزاب قالت في رسالة بعثت بها إلى كيمون إن العدوان لا يزال يعمل على عرقلة الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لاستئناف الحوار وأضافت الأحزاب أن العدوان يسعى إلى الإنقلاب على بعض مرجعيات العملية السياسية التي جرى الاتفاق عليها أكد الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة أن السعودية لم تفي حتى الآن بتعهدها بتنفيذ كامل النداء الخاص بالوضع الإنساني في اليمن كانت سعودية قد تعهدت دفع 284 مليون دولار وهي قيمة النداء العاجل لمساعدة اليمن إنسانيا في بداية حملتها العسكرية ربطت سرا بين الدفع وتعيين إسماعيل والشيخ أحمد مبعوثا شخصيا لليمن لازلنا نعمل على الآليات بهدف تحويل المبالغ التي تم التعهد بدفعها واضح أن هذه العملية تأخذ وقتا أطول مما نأمل أو نرغب بأسيما في ضوء الاحتياجات الملحة على الأرض وهذا ما نصلط الضوء عليه هنا يوميا الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون التشاور والتنسيق قدر المستطاع وكان مساهمون آخرون أكثر سخاء لكننا نبحث عن تلبية الاحتياجات الراهنة لبقية العام كذلك يواصل حزب الله والجيش السوري تقدمهما حيث سيطرة على قرية شعبة أو قرنة شعبة شرف ووادي خشيعة وهما آخر معاقل جبهة النصرى في جرود الجراجير فيما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجبهة مراسل الميادين في لبنان أفاد بأن المقاومة سيطرت على وادة ركمان ووادي القصير وعقبة القصير ووادي السيري ووادي يي الحريقة والتنين في ظل سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلح جبهة النصرى هذا وأظهرت مشاهد لمعبر الحمراء الذي سيطر عليه الجيش السوري والمقاومة والذي كان يربطه جرد فليطة بجرود عرسال اللبنانية ويعد من أهم المعابر التي كانت تستخدمها جبهة النصرى بين لبنان وسوريا أظهرت المشاهد الأليات التي كان يستخدمها المسلحون للتنقل بين جرود عرسال وفليطة وقد تعرضت للاستهداف ودمرت بالكامل ميدانيا في سوريا قصفت طائرات التحالف الأمريكية مواقع على تنظيم داعش في بلدة سوران في ريف حلب الشمالي في تدخل هو الأول من نوعه في المعارك بين داعش والفصائل المتشددة أبرز التطورات في ريف حلب الشمالي في هذا التقرير في الريف الشمالي لمحافظة حلب تدور معارك عنيفة أطرافها عناصر داعش من جهة ومسلح كل من جبهة النصرى وحركة أحرار الشام ولواء الفتح والجبهة الإسلامية وكتائب نور الدين الزنكي من جهتين أخرى داعش الذي يسيطر على بلدة سوران يستهدف المسلحين في بلدة عزاز كذلك يحاول التقدم باتجاه مارع مقر النصرى وحلفائها في ريف حلب الشمالي عناصر التنظيم حاولوا الانتفاف من شرق مارع باتجاه الجنوب الغربي لمحاصرة البلدة ما يمكنهم من ضرب بلدة تل رفعت التي ينتشر فيها أيضا مسلح النصر وأحرار الشام ومن يقاتل معهم هدف داعش من هذا التمدد والتقدم هو الوصول إلى بلدة أعزاز ومعبر باب السلام الحدودي مع تركيا ولمنعه من تحقيق هدفه دارت المعارك العنيفة في سوران ومارع وتل رفعت طائرات التحالف الأمريكي دخلت على خط المواجهات لتقف في صف مسلحين مصرى وأحرار الشام والجبهة الشامية في وجه داعش قصف الطائرات استهدف مواقع داعش في سوران لدفعه إلى التراجع والخروج منها في تدخل هو الأول من نوعه لطائرات التحالف في المعارك بين داعش والفصائل المتشددة الأخرى أيضا الطائرات السورية دخلت على خط المواجهات ولكن لتستهدف جميع المسلحين على حد سواء طائرات الجيش السوري استهدفت مواقع المسلحين وأرتالهم في إعزاز قرب الحدود التركية بالتزامن مع المعارك التي تشهدها المناطق المحيطة أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري توصل المعارضين المجتمعين في القاهرة إلى صيغة من عشر نقاط لحل الأزمة السورية وفي كلمته أمام المؤتمر مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة قال شكري أن المؤتمر الموسع يستهدف صيغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا وصيغة تنفيذية لوثيقة جونيف تجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وعادة توحيد الأراضي السورية لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية تسوية مبنية على وثيقة جونيف وفي دمشق عقدت قمة روحية لبطاركتي انتاكيا الخمسة للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق القمة اختتمت ببيان شدد على ضرورة محاربة الفكر التكفيري وتعايش بين الأديان ديما نصيف والتفاصيل أنه حان الوقت لمواجهة الفكر التكفيري وتجفيف منابعه من خلال تربية دينية تعمم ثقافة الانفتاح والسلام وحرية المعتقد فمن الملح بل ورث فكر نقدي يقود إلى إلغاء مقولة دار الحرب والذنية وإلى إقرار المواطنة المسيحية المشرقية في صوت المعاون البترياركي معلولي المريمية تحولت من كنيسة إلى نداء وصرخة من أجل الدفاع عن المسيحية المتأصلة في أرض المشرق ورسوخها فيها في وجه الفكر التكفيري الإرهاب السبي القتل الذمية ودار الحرب كما ندعوكم أيها الأحباء أن تواظبوا على أطيب العلاقات مع إخوتنا المسلمين شركائنا في الوطن والمصير الذين نعيش معهم في هذه الأرض والذين نتقاسموا وإياهم في هذه الأيام ويلات العنف والإرهاب الناتجين عن الفكر التكفيري في كل سطر من نداء المريمية يسمع صوت أمراء كنيسة أنطاكيا الخمسة لكي يضع العالم حدا للويلات التي تعاني منها سوريا دعوة لكل المجتمع الدولي ولكل الدول ولكل أصحاب القرار في العالم دعوة للدفع بإيجاد حل سلمي سياسي في سوريا وهذا ما نرجوه لسوريا ولكل أنحاء المنطقة نداء المريمية ولد خلف أبواب مغلقة على الإعلاميين استعجلوا الكشف عن قمة بطاركة أنطاكيا الخمسة فالحدث لم تشهد دماشق مثيلا له منذ قرن ونصف البطاركة الراعي يونان لحام اليازجي استبقوا النداء بصلاة وقرأ كل منهم رسالته التي ستشكل جزءا من النداء أما اتحادهم في دماشق بالذات ومن المريمية منارتها فرسالة سياسية بامتياز عن دورها في معركة الدفاع عن المسيحية المشرقية النداء توصيفا أيضا لمدورة فيه لمسؤولية العالم عن اقتلاع آلاف المسيحيين في العراق والسوريا وإعادة من هجروا من ديارهم ذلك أنما بعد النداء لن يكون كما قبله لم يكتفي بطاركة أنطاكيا بقرع أجراس الخطر وتعيين التكفير والإرهاب مصدرا لتهديد الوجود المسيحي في المنطقة قمة المريمية تستكمل بدعوة من يريد فعلا حماية المسيحيين بالكف عن دعم من يهدد وجودهم من كنيسة المريمية في ديماشق ديماناصيف الميادين أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن واشنطن تسعى إلى إرسال عدد من العسكريين إلى العراق لتدريب القوات العراقية وذلك بهدف امتلاك القدرة على مواجهة تنظيم داعش والقضاء عليه في العراق إذا تمكننا من وقف دخول المقاتلين الأجانب عبر الحدود التركية إلى داخل العراق فسنتمكن الجيش العراقي من عزل مسلحي تنظيم داعش المتواجدين على امتداد الأراضي العراقية وبالتالي القضاء عليهم أوباما أكد أن تنظيم داعش سيهزم وسيطرد من العراق وأن النجاحات التي حققها التنظيم في منطقة الرمادي ستكون تكتيكية وقصيرة الأجل كلام أوباما جاء في خلال اجتماعه إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في قمة مجموعة السبع في ألمانيا بدوره دعا العبادي المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق لمنع عناصر داعش من جني مكاسب من خلال تهريب النفط إلى الخارج أكد المساعد الأول لرئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عضو البرلمان فاروق لوغ أوغلو أن حزبه يريد حكومة ائتلافية من دون حزب العدالة والتنمية وفي مقابلة مع الميادين أشار لوغ أوغلو إلى أن نتائج الانتخابات أنهت رغبة أردوغان في التحول إلى النظام الرئاسي نفضل تأليف حكومة ائتلافية لا يشارك فيها حزب التنمية والعدالة لماذا؟ لأن نتائج الانتخابات أشارت بشكل لا لبس فيه إلى أن الشعب لا يريد هذا الحزب لا يريد حكومة يكون هذا الحزب دعامة رئيسية لها إذن ما نفضله في حزبنا هو تشكيل ائتلاف مع الحزبين الآخرين زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين ديمرتاش كشف أن سلسلة تفجيرات استهدفت الحزب في أثناء حملته الانتخابية لدخول البرلمان لها صلة بتنظيم داعش في سوريا واتهم ديمرتاش مجدداً حكومة التركية بدعم تنظيم داعش وقال أن الحكومة المقبلة ستدخل تغيرات على سياسة أنقرة تجاه سوريا وأكد ديمرتاش أن الحكومة الائتلافية لن يكون بمقدورها وأصلت دعم جماعات مثل داعش وغيره من الجماعات المتطرفة في سوريا إلى ذلك تشير نتائج الانتخابات البرلمانية التركية إلى واقع سياسي مختلف ستعيشه تركيا في المرحلة المقبلة من حمرية هكذا كان ليل ديار بكر كأنه طلعة بهية لفجر جديد هي ليست مجرد ألعاب نارية في احتفال عابر إنما إذاناً بمرحلة جديدة من تاريخ تركيا حزب الشعوب الديمقراطية حقق فوزاً تاريخياً ودخل البرلمان من أبوابه الواسعة فلم تفلح رهانات أردغان ولا داود أوغلو على خسارة الكرد بل جاءت النتائج عكسية حزب العدالة والتنمية أصبح حائراً في تحالف لا بد منه لتشكيل حكومة لن يحكم فيها بأمر الله لا يستطيع حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة من جانبه ومع رفض الأحزاب الرئيسية التحالف معه نحن أمام انتخابات مبكرة إذن خياران لثالث لهما أمام العدالة والتحالف إما التناجل والتحالف أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تدخل تركيا في نفق مظلم فمن الصعب تقبل الكرد لنتيجة مغايرة بأن من ضاق طعم الفوز لأول مرة لن يرضى بالخسر الآن انتهى نقاش حول تغيير الحكم وانتهى عهد الدكتاتورية لم يستطيع الحزب الحاكم الوصول إلى ما يطمح إليه لا شك أن سياسة هذه المرة تحدت الاقتصاد في جذب الناخب التركي فمن سوء حظ أردوغان أنه أصر على تغيير النظام فرفع من رصيد الشعوب الديمقراطي ومن سوء حظه أيضا أنه تحدى الجميع في سياسة خارجية جعلت تركيا طرفا سيئة نحن كمجتمع علوي تعرف على المآسي التي يعيشها الشعب السوري وأردوغان يداه ملطختان بالدماء ويدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا لذلك نقف قده العلويون جزء من التغيير لا يمكن إغفاله أسروا في صندوق الاختراع ما لم يجاهروا به فأصبحوا مع الكرد والقوميين والعلمانيين جبهة واحدة وقفت سدا منيعا في وجه العدالة والتنمية ملح مريا اسطنبول الميادين دعت دول مجموعة السبع في ختم قمتها في ألمانيا السلطتين الليبيتين المتنفستين إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة وأبرام اتفاق سياسي ورأت المجموعة أن تأليف حكومة وحدة وطنية من شأنه أن يؤمن دعما كبيرا للمساعدة على إصلاح البناء التحتية والمساعدة على استقصال الإرهابيين جاء ذلك بالتزام مع بدء طرفين نزاع في ليبيا جولة محادثات جديدة في المغرب عدتها الأمم المتحدة حاسمة للتوصل إلى اتفاق على تأليف حكومة وحدة قبل بدء شهر قمضة إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم لائحة بأسماء شخصيات مؤهلة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية حالما يجري بلوغ الاتفاق ليون دعا المشاركين في خلال جولة المحادثات المنعقدة في المغرب إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن اليوم تتجه أنظار الشعب الليبي إليكم مع الأمل أن يؤدي عملكم إلى إسكاة الأسلحة إنكم قادرون على تجنيب الليبيين مآسي أخرى يجب أن تتوقف المعارك وآمل أن أتسلم من الوفدين ردودهما على مشروع الاتفاق الجديد في أقرب وقت بحيث نلتقي مجددا في مستهل الأسبوع المقبل للتوقيع مشروع الاتفاق الرابع ينبغي أن يتضمن تعديلات تكرس مبدأ التوازن بين كل المؤسسات في ليبيا والتفاهم بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع محمد الدائري في وزير الخارجية في الحكومة الليبية المعترف بها دوريا بحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الليبية والتعاون بين الجانبين في مكافحة المجموعات الإرهابية ولا سيما تنظيم داعش وأكد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا بالتفاف الجميع حول الحكومة المعترف بها دوريا نحن نعلق حاليا على قدرة الجيش الشرعي الليبي والحكومة الشرعية ومجلس النواب بأن يحظى في إطار الحل السياسي بالمكانة المؤهل لها بحكم دعم الإرادة الشعبية التي تمثلت في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في يونيو الماضي خطر داعش يداهمنا في ليبيا ودول الجوار بطريقة أكثر خطورة مما كان الأمر عليه منذ أشهر فوجود مصر معنا في خندق واحد يطمئنا نحن في ليبيا وهو مدعاة للفخر والاعتزال قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن توضيح الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي ممكن في خلال إطار زمني معقول وذلك إذا طبقت إيران الإجراءات الواردة في إعلان لوزان يمكن توضيح أي أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي إذا تم تطبيق تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي أبرم في أبريل نيسان الماضي بين تهران والقوى العالمية الست أن واثق من أن توضيح المسائل ذات الأبعاد العسكرية المحتملة ممكن خلال إطار زمني معقول إذا طبقت إيران الإجراءات الواردة في إعلان لوزان حملت وزارة شؤون الأسرة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن حياة الشيخ الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ ما يزيد على الشهر وأكدت الوزارة أن إسرائيل تستهردر بحياة عدنان ترفض الحوار معه بأمعائه الخاوية يواصل الشيخ الأسير خضر عدنان مقاومته السجان الإسرائيلي جسده أنهك ونقل إلى أحد المشافي الإسرائيلية لكنه لا يزال يرفض أخذ المداعمات أو تناول الطعام يوجد عنده ضعف في النظر الآن ولا يقوى على الحرك إلا بواسطة كرسي متحرك هذا ما أفادنا به منذوب الصليب الأحمر وهو الآن مصمم على مواصلة الإضراب حتى النهاية حتى يخرج منتصرا عائلة الأسير والمؤسسات الحقوقية أكدت أن إسرائيل تتعامل باستهتار مع صحة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 35 يوما الوضع العام في السجون وضع مزري جدا صعب جدا خلال السنوات الماضية اتخذت عدة إجراءات وسنة العديد من القوانين التي جعلت من حياة الأسرة صعبة الحكومة عطت تفويض لمصلحة السجون والمؤسسات الأمنية في إسرائيل للتنكيل بالأسرة ولشن حرب استنزاف وفيما يواصل عدنان معركته هدد الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل منذ العام 2006 بالبدء بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار منع عائلته من زيارته ونقله التعس فيه من سجن إلى آخر بداية اعتقاله من عام 2006 وحتى اليوم نحن كعائلة وهو كأسير منواجه ضغوطات من قبل سياسات الاحتلال بحقه والتي تتمثل بنقله التعس فيه وعدم استقراره في مكان واحد في السجون والشيء الثاني والأهم اللي هو منعنا كعائلة وحرماننا من زيارة الوالد معركة الشيخ خضر عدنان هي معركة أكثر من 480 أسيرا إداريا تعتقلهم إسرائيل معظمهم جدد له الحكم مرتين أو أكثر نسر سلمي من أمام المعسكري بيت إيل الإسرائيلي شمال رامالله الميادين أبرز عنوين للصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم والزميلة فاطمة قاسم صباح الخير فاطمة صباح الخير سلمي شكرا لك أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة على عنوين بعض أبرز الصحف العربية التي اشتركت عنوينها أو اشتركت العنوين فيها بموضوع تصريح الحكومة اليمنية بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن وليس التفاوض في مؤتمر جنيف وأيضا تقدم الجيش السوري والمقاومة في القلمون نبدأ من صحيفة الوطن العمانية سوريا مؤتمر المعارضة يسعى لصيغة تنفيذية لجنيف وخلافات مع معارضي الخارج الحكومة اليمنية لقاء جنيف لتنفيذ 2216 وليس للتفاوض ننتقل إلى أفن سنكتفي بهذا القدر من هذه الجولة على عنوين أصحف إلى الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة